تتجه أنظار العالم إلى قمة مجموعة السبع وإن خف تبارقها مع تبدل الظروف الاقتصادية والسياسية التي أنشئت لأجلها إبان الحرب الباردة عام 1975 ومع صعود قوى كبرى خارج المجموعة الأولويات تبدلت من كان عدوا بالأمس أصبح صديقاً روسيا انضمت إلى المجموعة عام 1998 فأصبحت مجموعة الثماني قبل أن تطرد منها عام 2014 بعدما أقدمت على ضم إقليم القرن اقتصادات جديدة صعدت وأخرى تراخت صورة روسيا الاقتصادية تلاشت أمام صورة المارد الصيني الذي خرج من القمقم وأصبح ثاني أقوى الاقتصادات مزاحماً الولايات المتحدة على المركز الأول أقلها تكنولوجياً لكن الصين خارج المجموعة الهند سابع اقتصاد خارج المجموعة والبرازيل أيضاً هذه الدول الثلاث وحدها تغيب 21% من اقتصاد العالم عن مائدة مجموعة الأقوية لذلك تشكلت في السنوات الأخيرة مجموعة أكثر تمثيلاً وهي مجموعة العشرين التي تضم الدول الثلاث ودولاً أخرى مثل السعودية وأندونيسيا وتركيا بعد 44 سنة من أول قمة مجموعة السابع قيادات أمريكا واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا تجتمع بصورة مختزلة 45% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لمجموعة من السكان لا يتجاوز عددهم 10% من سكان الأرض صورة قد لا تتماشى مع تبدل الظروف العالمية وتثير غضب مناهضي العالمة إلا أنها ستبقى مرآة لمفاهيم العالم الأول المتمحورة حول العدالة والحرية والاقتصاد الحر